الله مني تبرأ من حولي وقوتي والتجع إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين محببكم عزيزي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة دروس مادة علوم حياة والأرض لمستوى أولى بكارورية علوم جريبية خيار فرنسية مسلك دولي يوم شاء الله بحويل له عدنا جزء من الدرس المحوار من الدرس لواللترانسپور ولا لديفزيو فاسيليت نقل ولا لنتيشار المسهل وكذلك أنه دروح تعله لترانسپور اكتف لوالنقل الناشاة ونبدأوا على بركات الله كثير من ذات الرساة اللي عندو علاقة بها تشاهده اللي غنشوفوا اليوم دروح تعله لديفزيو ولا لنتيشار ودروح تعله لديفزيو لديشار الحور وقلنا القدرة هو الوصولات ذات الوزد من العناصير المدابة شخصات اللي يكون دائما في الماء لا يمكننا ان تقليل من حد الوسط و حد الوسط لا يمكننا الانتقال للجزئهات اللي تكونوا في الماء من المفور كنتقليل من الوسط اللي التركيز فيه مرتفع للوسط اللي فيه تركيز منخفض حتى كيوقع عندي واحد تساوي في التركيز بين الوسط والوسط الاخر. هذا بالنسبة لديفزيون اللي بغية انتشار الحر. نضع النقاط على الحروف. في الطابعة المرور الجزئات في الديفزيون اللي بغية من خلال الغيشاء السيتو بلاسمي يعني الجزئات التي اختارها الغيشاء السيتو بلاسمي مباشرة. اليوم ان شاء الله بحويل الله سيكون اللي بغية انتشار المسهل النقل أو لنقل المسهل نحن بفهمه ببساطة لدينا الواتقه ومثلية تغير لفتس ديفزيون الغيشاء السرعة بالنتشار بالتركيز عناصر المذهب في المرور. لدينا جوجة لمنحنات يعني جوجة عنواع عناصر المذهب البس ملحة استعملنا نسال التي هي الملحة والسكر المنحنة كمثل السرعة التي ينتشر تطبيقها ويعتبها من الملحة والسرعة التي تطبيقها النسال من الواحد الوسط الواحد الوسط. نبدأ بالمنحنة اللي بالزرق اللي هو دي الان اس ال اللي هو الملحق. نلاحظه ببساطة بأنه قدمك يتزاد ليلة تركيز قدمة السرعة الانتشار كتزاد. وخا ما عادت شا ندير. قدمك يتزاد تركيز قدمك تزاد سرعة الانتقال دي الان اس ال من الواحد الوسط الواحد الوسط. مفهم؟ قدمك نزيد la concentration قدمك يرتفع عندي la vitesse. رأيك بالليا الملحنة طالعا استريكتما. طالعا ديريكت من فوق طالعا بمقاعد. بينما بالنسبة للغليكوز نلاحظ أنه في البداية عندي قدمك تزاد ليلة la concentration. قدمك ترتفع عليها قدمك تزاد ليلة السرعة. قدمك نزيد la concentration قدمك تزاد ليلة السرعة. حتى الواحد اللحظة اللي عندي تمام الخط اللي مكتوب C-I la concentration حتى الواحد التركيز اللي سميه C-I. حتى نفوت هذا التركيز يعني وخا نفوت هذا الخط يعني ذلك التركيز اللي مكتوب عندي تمام السائي. وخاك نزيد la concentration وخاك نزيد التركيز. ما كتزادش عندي السرعة. كاللاحظ باللي وصلت عندي السرعة وصلت عندي الواحد قيمة قصوى اللي سنسميها فيماكس. يعني السرعة دي الانتشار القصوية والسرعة دي الانتقال القصوية دي الالجليكوز من واحد الوسط الواحد الوسط. طبعا الحال من خلال غيشة سيتو بلاسمية تشادة كامل. دي الانتشارер واحد التركيز ليвоسائي. كأنا عندما نزيد التركيز الثانية تبقى عندي نفس السرعة لكي يدخل الجزئات الجليكوز هي التي تبقى عندي السرعة تابتها. ما في نظاركم عندي هنا؟ كي نشرح ببساطة مثلا عندنا واحد تيران مركب محمد الخامس. سوف نتفرج في الويداد نهار في الفينال للعصبة. على ما في نظاركم عندي سرعة لتفرج في الماتج. في تيران يوجد مجموعة البلايس من يدخل عباد الله. في المفتار في نظاركم عندي خمسة البيبان يدخلون تيران. خمسة البوابات يدخلون منه عباد الله لتفرج في الماتج. على وقت لا يوجد ستين ألف واحد يدخل في الماتج. في الأول يكون لدي التركيز ضعيف يعني باقي ما وصل الوقت للماتج. يجب أن يأتي بكريل تيران. لذلك يجب أن يأتي بوابات يدخلون كل شيء يدخل. يدخل عندي واحد يدخلون من البيبان كاملين. لذلك لدي خمسة ديان البيبان. الآن يجب أن يأتي بشار كثير. يأتي بمئة واحد بالمئة واحد بالمئة واحد بالألف واحد. ألف واحد عشرالاف واحد مثلا كلهم يدخلون من نفس البيبان. لا. لذلك كيف يدخلون من البيبان؟ لذلك كيف يدخلون من الناس يدخلون من البيبان. حتى يدخلون عباد الله يدخلون بشوية بشوية. لا يمكن ايناس ٦٠٠٠ واحد يدخلون كلهم لدخلون من البيبان. لذلك كيف يدخلون بد Village من البيبان؟ لأنه يُمْ يَدخلون من البيبان من خلال هذه البيبان. لذلك يدخلون من البيبان بشوية وحدها تобрدد البيبان. لذلك باب يدخل الخمسة ديانا البيبان مزيد من البيبان. لذلك الباب يدخلون 5 أشاوي بشوية. يدخل قليلا بشوية في الأول كان لديه تركيز ضعيف يعني كان لديه عدد البشار قليل وانا عندي مثلا غير واحد القنوات لديه قلال عندي واحد البيبان يدخل منهم القليكوز يدخل الخالية في الأول كان لديه قليكوز يدخل بالزربة لأنه عندي البيبان خاويين يدخل الجزئة الجليكوز يدخل ولكن لديه تركيز وانا عندي الكثير من الجزئات الجليكوز لا يمكن أن يدخلوا في دقة واحدة لأنه عندي مثلا خمسة البيبان يدخلوا الخالية وبالتالي يدخلوا خمسة بخمسة وانا عندي 80 جزئات السكار عندما يدخل الخالية يدخلوا غير خمسة بخمسة هذا الشيء الذي وصلت عندي القيمة القصوى وهي Vmax وعندنا هذه الأجوابة باللغة الفرنسية يدخل الجزئات الجليكوز بالنسبة لواحد تركيز منخفضة ديال السكار الجليكوز قل من هذه القيمة اللي عدنا في الملحانة اللي هي السيئي ولكن في الملحانة لزربي اللي عدنا في الملحانة السكار الجليكوز يدخلوا على الملحانة ويأتعلموا على الملحانة لها القيمة القصوى في الجزائر الاستمرار من سداء تركيز ثم يدخل صابتة ثم يبقى إلتمامنا لتشارة كيف أصبع إلتمام بكيفة وعملية حقوقs ويجد وزيد السكر سيكون الجزائر تبيط الإلتمام لأنه يبدو أنه لا يدخل السكر لذي فعله إليس سكر وأحضرت من عدد من الجلك. عدد من الجلسات تحضر الكلية وهو المترجمات تحضر التحضر تحضر التحضر مع الجليس بائد من الجيل يحضر الأهضار فيها نعودة نقوم بتاحل الزكار يطور هذه المترجمات وهو نحن تحضروا يصحر viene وتحضر البيبن وهو تتحضر على الطعام ضمن الجليس الطعام تحضر على الطعام وهو عبارة عن البروتينات المغروسة في الغيشاء السيتو بلاسمي والذي يدوز منهم الغليكوز. هنا يوجد هذه النواقل والبيبن يسهلون الدخول للجزئة الغليكوز الداخل الخلية. لأن الجزئة الغليكوز كبيرة. وبالتالي لا يمكنهم أن يختارون الغيشاء السيتو بلاسمي. فهو تحصل على تحديد أحد المغروسة. وبالتالي لدي مجموعة البروتينات اللي كيناوس لغيشاء السيتو بلاسمي اللي كتسهل الدخول فاصيلة لدخول ديالجليكوز كيسهل لنا الدخول ديالجليكوز ديالداخل الخلية. ومعلومة مهمة ما كيهالدخول هذا ما كيستهلك لي حتى يضحقها. لأنه كي تملية من الوسط اللي فيه تركيز مرتفع اللي هو بره دي الخلية الوسط اللي تركيز فيه منخفض اللي هو داخل دي الخلية دو كمشي من الوسط للتركيز المرتفع ل الوسط اللي فيه تركيز منخفض سن زاكو نقمس مدير جيد ما كيستهلكش ليه الطاقة وببساطة دولة الترنسبورت فاسيليتها دولة النقل المسهل هنا نوع الأنواع النواقل التي تسهل للمروه الجزئات من الوسط لداخل الخلية أو من العكس من بر الخلية لداخل الخلية هنا نوع الأولان الذي نسميه بروتيين بورتوس نواقل في كسيلية لاحظوا أنه الجزئة كجي جزئة مثل السكر بالحمر لما هذا الرسم الذي يصبح يجب أن تلسق لها في النواقل البروتينية تلسق معها عاد من بعد هذه النواقل البروتينية يروحها الجزئة الأخرى يأما الداخل الخلية يأما البرة الخلية بينما النوع الثاني هو البروتيين تونيل التي نسميها القنوات هذه القنوات لا يحتاجون أن يتربطوا مع الجزئة وإنما بساطة الجزئة يجب أن تدخل حسب التركيز من الواسط الذي يجب أن تركيز مرتفع أو الواسط الذي يجب أن تركيز منخفض وقلنا لا يحتاج لها الطاقة هذا النوع من النقل لا يحتاج لها الطاقة وهذا هو الدفزيون فاسيليتين النقل المسهل أو الانتشار المسهل سوف ندخل نقل النشيط أو الانتشار المسهل نقل النشيط سوف نأخذ كمثال طحلوب بحري اللي تسمى فالونيا اللي هو هذا في الصورة والصورة اللي هي رسم تخطيطة الخلايا من هذا الطحلوب الطحلوب هذا يتميز خلايا كبار اللي يستطيع اوصله حتى 100 سنتيمتر كي يكون الحجم الخلايا كبار كما ترى في الصورة اللي مرة هي عبارة عن خلية فالونيا وذلك الشيء اللي استعملنا لان الحجم دياله كبير الحجم دياله كبار وبالتالي سوف نعرف النقل العناصر من البرى لداخل الخلايا الطحلوب هذا عندي هنا واحد جدول مقارنة بين تركيز بعض الايونات داخل الخلايا الطحلوب هذا وداخل الماء البحر لان هذا الطحلوب يعيش في الماء البحر وانا بتاخد رائع ذلك الشيء اللي استعملنا هنا في الدراسة وراء الطحلوب داخلها ضمن الصنف النباتات الآن لدينا ان اا بلوس التركيز دياله برا في البحر عشرة فاصيلة تسعود غرام بار ليتر والتركيز ان اا بلوس داخل الخلايا داخل داخل الخلايا ديال هاد فالونيا ديال هاد تحلوب هذا هو جوش فاصيلة واحد والتركيز ديال ايونات البوتاسيوم بلوس وعشرة خمسة غرام بار ليتر في البحر بينما داخل الخلايا فهي ايوشتين فاصيلة واحد بينما التركيز ديال ايونات خرين تقريبن وحضو جوشتين فاصيلة جوج داخل الخلايا الوغ اللي كاللاح دونا انهو عندي واحد الفرق كبير واحد دفعانس دفعانس كبيرة بين تركيز داخل بين برا و بين داخل دي الخالية دي الجوج دي الايونات رائسية اللي هما انا بلس سوديوم وكا بلس اللي هو الپوتاسيوم كاللاح دو بلي انا بلس كي تواجد ليا بكتراف البحر بينما التركيز ديالو داخل الخالية فهو تركيز ضعيف و العكس بالنسبة لبوتاسيوم كاللاح دي الجوج ديالو جد مرتفع داخل الخلايا ديال ديال هات تحلوب هدا بينما التركيز ديالو في المادة للبحر فهو جد ضعيف لكن بالنسبة لأيون اللي اخر لي وسائل ما ما كينش واحد اختلاف كبير داك شالاش ما غانا اعتمدوش عليه في الدراسة غانا اعتمدو على ان ابلوس ليوم السوديوم و كا بلس ليو الپوتاسيوم ما اللي غانا اعتمدو اليوم لاني عندي واحد اختلاف كبير في التركيز بين برا ديال الخالية وبين داخل ديال الخالية فاش كنقول كونسنتراتيون دون لاذاكيول يعني التركيز داخل الخالية وتركيز ديال الفجوة ديالو 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 اللي قناك يتخزنون لي فيه الماء والأملاح المدينية والقيونات هذا الجواب باللغة الفرنسية اللي هو كما قلت لكم الفرق بين تركيز ديال NA plus و K plus بين برا و بين داخل ديال الخالية لأن في البحار كين NA plus كتير و داخل ديال الخالية كين NA plus قليل وبينما K plus تركيز دياله داخل الخالية كبير و برا ديال الخالية صغير السؤال اللي غنسولك اسميه جو لشنا هو المنحة ديال التنقل ديال هاد الايونات يعني من انا و ستت Lilly ديال البحر ديال الخالية صحيح ولا غلط ال انا بلوake خيش ديال الخالية يمشي من تركيز مرتفع altered و 10 فصلة تسعود يمشي يدخل ليه لداخل الخلية لذلك يدخل ليه لداخل الخلية وبينما كا بلوس يجب يخرج من الخلية لتركيزها 20.1 تركيز مرتفع يجب يمشي الوسط لتركيز المنخافض لذلك يخرج من الخلية حسب حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة لقلنا لحدود اللحظة ولكن لماذا عندي هذه المختلفة؟ لماذا عندي هذه النتائج؟ فقط تركيز مرتفع لدينا الاحيونات لداخل الخلية لماذا ؟ هذه الحالة الطبيعية يعني في الطبيعة نلاحظ بالتي ما برا الخلية مرتفع مقاعدة مع داخل الخلية ولكن السؤال الذي يتباطر دائما هو لماذا لم يدخل نا بلوس لداخل الخلية؟ لماذا لم يدخل نا بلوس من داخل الخلية؟ ليس يكون عندي واحد توازن هذا هو السؤال باش نجاوبوا على السؤال غناخدو هاد الجدول عاو تاني مرة اخرى ولكن هاد المرز دنا واحد الشق واحد جوج دخانات في الجدول ليوم هاد اللي عليمن كتبنا الفوق ديالهم المكفه عن ديال زيان بعد الادشان ديال سيانيوخ كل تركيز ديال أيونات بعد اضافة واحد المغدة اللي اسمي السيانيوخ هاد المغادة ديال سيانيوخ هو واحد المغادة للي كتحبس ليقا إنتاج ديال طاقة عند الخلايا كتحبس ليقا إنتاج ديال طاقة بالتالي الخلايا ما يقدروش انهم ينجوا طاقة. اذا كنلاحظ باللي فاش درت هاد المادة هادة دي السيانيوخ كي ولو عندي تركيز رد البال. واللي عندي تركيز دي الان ابلويت 6.5 برات دي الخلية في المدينة البحر. و 6.5 جرام بارليتر داخل الخلية. اذا ولو عندي واحد تساوي في التركيز. لا دي الايونات ان ابلويت 6.5 ولا دي الايونات اللي تحت بلويت 10.3 جرام بارليتر. هذه الشيادة ما حدثت لي حتى حبست بلوكيت انتاج الطاقة. اذا السؤال اللي نقدر نقول لك هنا. شنو ما كنت تسنتج لي من هذه الشيادة اللي هنا. من اجدالة تجربة هذه. وشنو النوع دي النقل اللي عندي هنا. ها انت رد البال. كانت عندي الحالة طبيعية قبل ما نزيد لمادة اشي حاجة. كانت عندي التركيز دي الان ابلويت كبير بر الخلية. وكان عندي التركيز دي الان بلويت كبير داخل الخلية. لكن عندما حبست وحد. اضفت وحد المادة وعطيت الخلية دي لي واحد المادة اللي كتحبس انتاج الطاقة. وقا عندي تساوي في التركيز بين بر الخلية وبين داخل الخلية دي الايونات بجوش. اذا ببساطة سنتج بلي هذك الطاقة اللي حبست انا بعد اضافة دي لدى السيانور هي اللي كانت مسؤولة لهذاك الاختلاف التركيز بين داخل وبين آآ بين داخل وبين خارج الخلية وهذا هو اللي كنسميه لتخونس بور اكتيف يعني النقل الناشيط البساطة هاد النقل ناشيط وهو واحد النقل تلاق من اسم دياله ناشيط يعني باش ينشط لي يخص ضروري الطاقة يعني باش يكون عندي هاد النوع دي النقل خص ضروري تكون عندي الطاقة واللي مختلف مقارنة مع الانواع ديال النقل اللي شفنا آآ مسبقا وهو هاد النقل ناشيط كيكون فيه العكس يعني العناصر المدابة لايو ناجر من احمد ديالي تيمشوا ليه من الوسط اللي فيه التركيز منخافض كيمشي والوسط اللي فيه التركيز مرتفع يعني هما ما كانش عندي التركيز مزيان لناي داخل الخلية ولكن تي خرج ليه ان ابلوس البرى ديال الخالية ولعكس كا بلوس كي يدخل الخالية رغم انه التركيز عندي في الداخل ديال الخالية كبير هذا هو النقل الناشيط النقل لتخنصبورد السبستانس ديسو التفاق بتابعة لها الممبران سيتو بلاسميك كونتر لغاديون ديالتايار يعني عكس الملحى ديالتايار ولعكس الملحى ديالتركيز ممال ديالتركيز تركيز عندي مرتفع متالين برا ديال الخالية بالتالي ار افوضح نحن نعرف Frank يسيرهم ولكن في النقل ناشيط ان اربوس كي يخرج من الخالية نقول للميليه إيبوتونيك للتركيز منخفض إلى الميليه إيبوتونيك يعني التركيز مرتفع طبعا هذا النقل هذا هو يتم بواسطة دلو هدى مجموعة دل نواقل بروتينية اللي يستهل كلية الطاقة هدى نواقل بشي خدمو دارو رخصوم الطاقة لأنه يكون تشاهده عكس العكس المنحة دل التركيز وهكا نكونو سالين هد الفقرة الخاصة بالنقل النشيط وبساطة نقدر هدى الفقرة الخاصة بالنقل ولا هدى محور الخاص بالنقل وهناو عندي جوج دل انواع دل النقل عندي النقل passif النقل البسيط التransport passif وعندي لتransport اكتف النقل النشيط بالنسبة لتransport passif هو اللي شفنا في جوج دل انواع اللي اسمينهم لدفزيون سمبل ولا لدفزيون لبخ يعني العناصر لنتقلو ليه من واحد الوسط اللي فيه التركيز مور تافيح الواحد الوسط اللي فيه التركيز منخافض يعني كيقع عندي واحد كيقع عندي embarrassing بشيوق عندي واحد توازن في التركيز بين الله وبين داخل دي الخلية وجلنا هدى النقل هدى كيكون الجزائد كيختار قولية ولكنكيقدروا انهم يدوزوا ببساطة من خلال الغشاء السيتو بلاسمي كييقدروا يدوزوا ليه من الدهنيات ديالغشاء السيتو بلاسمي يا نوع نعرف انه غشاء السيتو بلاسمي كتكونة من الدنيات. بينما النوعي التاني ديال ال نقل البسيط والا هو الديفيزيون الترنسبر المسهل نقل المساهل اللي شفنا كذلك هو نقل ديالجزيئات من وسط لي في التركيز مرتفع الوسط لي التركيز في المنخفض ولكن خصوا واحد الباب من الينيدوز اسمنهم لبروتين من الضول البروتينات اللي كتكون عادي Thrash الكتلعبت دور ديال النواقل كتنقلنية جزيئات من واحد الوسط الواحد الوسط. والنوع الاخير اللي شمنا داله اللي هو النقل الناشيط هاد مرة يكون النقل دي الجزئات اعكس المنحة والعكس الاتجاه ديال التيار يعني من الواحد الوسط اللي التركيز فيه منخفض الواحد الوسط اللي فيه تركيز مرتفع وضروري ضروري يكون عندي السلاك ديال الطاقة ذاك شعل اسميناه لتخونس بوك اكتيف مفاوم السلاك ديال الطاقة الانيرجي. وهكذا نكون سعين هاد المحور هاد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.